هذه أثار سحب الجثة هناك ما ترون الباروت رغبة التحرير تحفى بمعالم الطريق على الأرض وتلك هي مهمة الجيش الوطني في محافظة شبوة التي ما اندشن خطواته الأولى في معركة الخلاص من سطوة الجماعة الإنقلابية حتى باتت الأخبار تأتي محملة بالانتصارات من مواقع شتى وتلك نقلة نوعية إذ تبدو معها محافظة شبوة في طريق الانتصار الأخير مع دخول بيحان في قائمة التقدم لصالح الجيش الوطني مسنودا بالمقاومة الشعبية لقد تم في صباح هذا اليوم اقتحام موقع العلم والعكدة المطلة عليه وهذه نقطة السلام الانتصار مهم هنا لكن الأهم هو المحافظة عليه فأفراد اللواء 21 يصدون هجوما للميليشيا على موقعهم لكنهم يتحدثون على الانكسار في صفوف الميليشيا ويؤكدون على ثباتهم وتماسكهم في الصفوف الأمامية ونقول لهم نحن هنا صامدون وثابتون وإن شاء الله حتى تطهير كل شبر من الأراضي اليمني من يجهل ما تتحدث عنه مصادر في الجيش الوطني تؤكده هذه الصور هنا في منطقة بئر قائد في بيحان غرب محافظة شبوة حيث تدور واحدة من أعنف المواجهات أمام عدسات التصوير وإن اهتزت الصورة أو انخفضت دقتها قليلا فالتقدم وإحراز الانتصارات ثابت فثمت جهود يبذلها المصورون لا تقل جهدا عما يسطره أفراد الجيش الوطني وهنا تتلخص جهود الجميع في مقدمتهم الجيش بتجفيف منابع الجماعة الإنقلابية وفي السهل كما في الجبل يستمر مطاردة فلول الميليشيا حتى في بطن الصحراء ثمت جهود إذن ستعزز من حضور الجيش الوطني وبسط نفوذه على كامل التراب المحافظة إذ بات من الواضح أن شبوة تستعيد عافيتها خطوة خطوة وقريبا ستصبح بلا ميليشيات شكرا